والمنطقة لكن المتابع لتاريخ الاحداث والعلاقات الثنائية ما بين مصر والجزائر يتوقف طويلا امام عام الفين واثنين وعشرين فهذا العام يعد عاما فارقا في تاريخ العلاقات المصرية الجزائرية ففي مطلع عام الفين واثنين وعشرين في الرابع والعشرين والخامس والعشرين من يناير قام الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بزيارة هامة الى القاهرة حيث استقبله سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي انا ذاك وتم عقد لقاء قمة ما بين الزعيمين الرئيس السيسي والرئيس عبد المجيد تبون وطفق الزعيمان خلال اعمال تلك الزيارة على اعادة تفعيل اللجنة العليا المشتركة ما بين البلدين على مستوى رئيسي الوزراء في مصر والجزائر كما اتفق ايضا على تفعيل الية التشاور السياسية بين مصر والجزائر على مستوى وزراء الخارجية وايضا اتفق الزعيمان خلال اعمال هذه القمة على ان يتم تفعيل عمل هذه اللجان في النصف الاول من عام الفين واثنين وعشرين ونتابع مع حضرتكم الان وصول طائرة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الى ارض مطار القاهرة ومراسم استقبال رسمية في انتظار ضيف مصر العزيز حيث سيكون في استقباله السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي العلاقات المصرية الجزائرية علاقات تضرب جدورها في اعماق التاريخ فعلاقات مميزة ومتميزة على كافة الاصعضة السياسية والاقتصادية والثقافية والرياضية ونعود مرة اخرى الى عام الفين واثنين وعشرين الذي يعد عاما فارقا في تاريخ العلاقات المصرية الجزائرية ففي النصف الاول من هذا العام وبالتحديد في التاسع والعشرين والثلاثين من شهر يونيو من الفين واثنين وعشرين تم عقد اللجنة العليا المشتركة المصرية الجزائرية على مستوى رئيسي الوزراء بعد توقف دام لثمانية سنوات وتم عقد اعمال هذه اللجنة في الجزائر وترأس وفد مصر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على رأس وفد وزري رفيع المستوى خلال اعمال هذه اللجنة واعمال هذا الاجتماع تم توقيع ثلاث عشرة اتفاقية ومذكرة تفاغم في كافة المجالات ما بين البلدين ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر